نعود نوليسي خطاب سيد الرئيس اللي كان شامل كامل فيه رسائل مشفرة فيه رسائل صريحة جدا حتى أنه قال لك نبنو على تصويب أخطاء الماضي لما يتكلم على طريقة اللي كانت تسير بها قضية يعني انشغالات طبقة شغيلة فيليتري بارتيت كما كان يصدر عليه اللي قال كانت اعتباطية وكان يعني فيه وعلى السلوكات يعني تمس من كرامة المواطن الجزائري غير صحيحة غير صحيحة طبعا الآن نتمنى أنه مستقبلا تعود ترجع لاتحاد العام للعمال الجزائريين يعود يرجع لهذاك التأثير والفعالية شوف الدولة أو النظام اللي ما فيهش البروريطارية وفيه ما فيهش النقابة وما فيهش أنه العمال يزلوا الشرع للمسؤول أعتقد أنه عمره ما يكون عنده الرقيب وعمره ما يكون عنده الدفة لتوجه السياسة العامة للبلد إذن أعتقد أنه الطبقة الشغيلة أو الموظفين في ممثلين في نقابتهم هم اللي يقدروا يكون عندهم طبعا القطيع مع السلوكات الماضية أعتقد أولا هناك إرادة سياسية لأننا كنا طلحيتنا نتكلم على غياب إرادة سياسية غياب كذا غياب تنسيق غياب أعتقد أنه ما في ظل توفرها اليوم توفرها اليوم تبقى قضية أننا يجب أن نعمل بالمناهج والطرق سليمة سواء في العمل النقابي أو حتى في الوظائب شوف يجب على الجزائريين أن يعوا أهمية مسايرة التحول خاصة في الحوكمة والسياسة يعني كنا نتحول إلى جبهة داخلية صلبة متماسكة نستطيع أن تستطيع الجمهورية ببرامجها ببرامج الحكومة أنها تحقق الأهداف خاصة الأهداف بعيدة الأمد اللي هي سياسات الكبرى أو الخطوط الكبرى في السياسة طبعا استراتيجية شوف بالمحافظة على الطبقة الشغيلة بالمحافظة على الجبهة الاجتماعية حماية كماريدير سيد الرئيس في كل المناسبة